السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال جميع إن شاء الله نعمور طيبة فيديو أقل من دقيقة إن شاء الله في ميزة عجبتني اكتشفتها مؤخرا الصراحة والواحد كل يوم يتعلم حاجة جديدة في ثلاث طرق إن كنت تخلي الآيفون متاعك سايلنت أو على الوضع الصامت نقدر نقوله يا أما البطمة العجنب هذي كلنا نعرفوها لكن يقعد الفايبريشن يقعد الهزاز يا أما إن كنت تدير وضع الـ لعدم الإزعاج هنا وتخليه متلا يتفاعل من الساعة فرض متلا نيم دائرة يتفاعل من ساعة 11 ونصف الليل لساعة 8 الصباح وهذا حتى الفايبريشن معاش فيه يعني اللي يتصل بك أو يجيك نوتيفكيشن معاش يندار حتى الهزاز معاش يندار ويتقدر تفاعلها يا أما بطريقة ماني واليدوية يا أما أوتوماتيكيا بروحها بروحها من ساعة أنت تعطيه التوقيت يا أما أنت تجيه هنا وتفاعلها زيتول هي وضع عدم الإزعاج يعني أنت قاعد تستقبل في مكالمات ونوتيفكيشن لكن مفيش صوت وحتى فايبريشن مفيش خليك منهم هادو الصوت معروفات ما فيهمش مشكلة الميزة الثالثة الجميلة اللي نكتشفتها مؤخرا اللي هي إمرجزي كونتاكت فمثلا لو نين عندي صديق مثلا يحيا والدبوبا دي ما نجرب عليه في أمتي لاني تبيه حتى لو كان وضع silent أو كان وضع يعني في الوضعين اللي قلتهم الأولات لكن تبيه هو يتشارين أو مكالمة بتاعه تشارين غصبا عن التليفون وهذه كويسة مثلا واحد يديرها لزوجته أو يديرها لأمه على أساس أن تليفونك حيتشارين يعني حيتشارين فكيف تجيه تفتح الكونتاكت تدير edit وتمشي للرينج تون تلقى فيه حاجة اسمه emergency bypass fog تقول له yes وتقول له done وتقول له done مرة تانية فهنا لو يحيا يكلمني سواني كنت في وضع صامت أو حتى في وضع don't disturb حيشارين وحيبدأ صوتها عالي فهذه كويسة للناس اللي مثلا عند أبوه أو أخوه المكالمة التاعه ضروري ما يسمعها خاصة في وضع الا الطواري فهو هذا الفيديو الأكثر والقل المشكورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته